هذا الفيديو كان طلب مني من ناس كثير جدا جدا من أول ما بدأت قناة اليوتيوب كان فيه ناس سألوني ان انا اعمل فيديو عن ازاي وصلت مرحلة Graphic Design تعلمت ازاي ايه المراحل اللي وجهتني او الصعوبات اللي وجهتني في مشواري لتعلم Graphic Design او ايه الصعوبات بصفة عامة يعني فانا كنت معجل للفيديو ده بصراحة لفترة كنت مركز اكتر ان اضع محتوى الاول يفيد اللي بيتابع القناة وبعد كده اولت اضع الهودي ده ففكرت ان المرحلة دي او الوقت دوت وقت مناسب ان انا اعمل الفيديو لسبب ان الوقتي طبعا في الازمة اللي احنا فيها والعالم كله فيها تقريبا معظم الناس في البيت وفيه ناس كثير جدا جالعي احباط فقلت يمكن الفيديو دوت يكون فيه سمنة بسطة كده من التفاعل او حاجة ممكن تديك تفاعل هننسى ان الموضوع دوت قصة خاصة بي انا فيعني حاول تتخيل ان انت بتسمع قصة تحد تاني او اي حاجة تانية هيكون فيها تقريبا يمكن حاجة تفيدك او فيه دروس في الحياة كل واحد فينا له قصة وكل واحد فينا له مشوار في حياته فانا حبيت اشارك معاكم قصتي من مصر لغاية مشواري الكندا هنا وازاي تعلمت الجرافيك ديزاين فتمنى يكون فيه حاجة مفيدة ليكم في الحلقة دي قبل المبدأ موضوع الحلقة انا بس حابب اوضح حاجة زي ما قالت الفيديو دوت مش هدفه ان انا اعرض مهاراتي او شافيه وبتاع وبص عليا الموضوع مش كده خالص ابدا والله الموضوع ان انا بس زي ما قلت حابب ان انا اشارك القصة معاكم فيها دروس فيها حاجات مكتفيدك وحاجة كمان انا عاوز اقولها ان انا مش محمد صلاح ولا عمر دياب انا حد اقدي كده اقدي كده ولكن انا قلت اشارك معاكم القصة وخلاص بنانا عن طلب الناس اللي طلبت وشايفين دلوقت مناسب اول ما قررت ان انا اعمل الفيديو دوت قلت ان انا اعمل حاجة كده زريفة حاجة للتهريجة او للضعابة او للضحك يعني فعملت سؤال حاطت سؤالين على القناة على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك كان السؤالين واحد فهم خاص سألت فيه الناس يعني او المتابعين ان انا كم تتوقع عدد سنين خبرتي في مجال جرافيك ديزاين وايه هي المهنة او توقعكم المهنة اللي كنت انا بمتحنها او وظيفة اللي كنت بشتغل فيها قبل ما احول او اعمل تحويل كارير او كارير شفت للجرافيك ديزاين ففيه ناس كتير على اللايت وفيه ناس كتير كان الموضوع الازيز بسراحة فاخش بسراحة كده اشوف معاكم موضوع نبدأ باليوتيوب الاول عندي في اليوتيوب السؤال الاول زي ما احنا هنشوف دلوقتي دوت التصويت اللي جاه كان السؤال بيقولك كم توقع عدد سنين خبرتي في مجال جرافيك ديزاين فبدا التصويت زي ما انتم شايفين اعلى نسبة تصويت بالنسبة 50% كانت 11 سنة وبعدين كان فيه 7 سنين 4 سنوات 18 سنة دي او الحاجة طبعا هجيوب على السؤال دي كلها في الفيديو بس انا حاب اراجع معاكم بالتصويت اللي حصل اللي ما شافش التصويت لاني شئلت البوست السؤال التاني كان بخصوص الاربع سنوات زي ما احنا شايفين هنا او بخصوص الوظيفة اللي كنت بمتحنها قبل الجرافيك ديزاين فهنا على اليوتيوب كانت اعلى حاجة او اعلى وظيفة اخدت تصويت عالي كانت وظيفة موظف مبيعتش بانك ويليها كان موظف شركة كهربا سيارات وحلاء رجالي كان 13% وصراف مكتب صرافة 5% بالنسبة للفيسبوك نفس الموضوع السؤال الاول 11 سنة اخدت اعلى نسبة 18 سنة اللي بعديها 7 سنوات اربع سنوات واخر سؤال على الفيس او السؤال التاني كان موظف خدمة عاملة بشركة كهربا اخد اعلى نتيجة وبقيت النتائج زي ما انتم شايفين على الشاشة طيب انا اجواب على الكلام ده كله كان فيه حد سأل مش حد سأل كان فيه عبد الرحمن خيري عبد الرحمن كان حط تعليق تحت واحد من هو البوست اللي عملته بخاص بموضوع الوظيفة فعبد الرحمن عمل ايه قال لك بقى يبص بقى ايه تقريبا اشتغل حاجات دي كلها فحط تعليق قال لك كل ما سبق يعني كل الحاجات اللي قبل كده بتهريج يعني فحرد عليك عبد الرحمن وعلى كل الناس اللي هي يعني مهتمة ان هي تعرف شكرا لاهتمامكم فشارك معكم القصة ونشوف اين الموضوع مرة تانية قبل ما ابدأ عندي حاجة اخيرة بس لو انت حد من الناس اللي هي مش هقول كايبة الناس اللي هي المحبطة اللي بتحاول تحبط الناس او الناس اللي كانها الحقيقة او الناس اللي اي ان كان الناس السلبية مش ايجابية وكلام من ده فالو انت من الناس دول يعني بس حط الدسلايك بتاعتك دلوقتي اعمل الدسلايك بتاعتك وربنا وفعك في اللي انت بتعمله اتمنى لك الخير لو انت حد فعلا مهتم وعايز تعرف القصة وتشوف اذا في حاجة ممكن تفيدك اه لو مهتم بتعرف القصة مش مهتم ما تتبعش الفيديو لو انت حد عاوز يتابع خليك معنا ونشوف الموضوع ايه بالزبط اهلا بكم اهلا بكم زي ما قلت دي الفيديو انطلب مني فانا هشرح القصة مش هشرح اقول احكي القصة بالزبط مش هاول احكي بالتفصيل لان القصة طويلة جدا انا بتكلم عن سنين يعني عندي في القصة متخصمة لتلات مراحل حياتي في مصر حياتي في دولة من دول الخليج وحياتي هنا في كندا ازاي تتحولت المراحل من من حاجة لحاجة لحاجة ومرّت بمراحل فشل كتير جدا فشلت كتير جدا في حياتي وحاولت تحول الفشل نجاح فشل نجاح افشل التانى فشل نجاح هنتكلم في الحاجات دي كلها فحاول ان انا اختصر ، لو حاولت اتكلم عن القصة كلها ححتاج عمل الكتاب بصراحة مثل ما Quant Ariana كتاب عشان اكتفين كل حاجة اوقت معبدك وقت ان انت على اسماع كل حاجة بالتفصيل الم علي ولكن facebook I have加رام الموضوع لثلاث مراحل هيكون في نفس الفيديو هنا مرحلة مصر مرحلة دولة الخليج ومرحلة كندا هبدأ بمرحلة مصر قبل ما هبدأ بمرحلة مصر هحب اعرفكم بنفسي اللي ما عرفنيش انا اسمي جمال سالم انا مصري واضح من كلامي وواضح من اللحجة من مدينة صغيرة ومش صغيرة عاوية مدينة اسمها مدينة بلبيس في محافظة الشرقية فمن أسرة بسيطة أسرة يعني متوسطة للحال مش أسرة غنية على حاجة انا متولدتش في بقي معلقة دهب والكلام ده كله أسرة بسيطة جدا زي ملايين الأسر اللي موجودين في مصر وفي دول تانية عادي يعني عايشين يومنا بيومه وآهلي كانوا عايشين يومهم بيومه واللي هو بقى فيه ستراغل يعني فيه اللي هو بيعفروا في الحياة كده فانا اتكحرات واتفحات كتير بالعامية كده سأكون معاكم بطبيعتي ففعلا اتفحات كتير واتكحرات كتير في حياتي ومتأكد فيه كتير من نقوة كحراته برده ولسه بتكحراته في الحياة فاتمنى ان شاء الله يكون فيه حاجة كده لذيذة يعني في الموضوع ده قبل نتكلم عن مرحلة بتاعة مصر او انا ايه زروفي وكده احب بس أبعت رسالة زعارة اشكر فيها اهلي اشكر والدي واشكر والدتي الله الرحام هتوفت من كم سنة ربوني على قد ما يقدروا عملوا الكل يعملوه في استطاعتهم يعني امرهم فرضوا عليها حاجة معينة كان دايماaa بيتدوك على قد الموجود يعني لو انت عاوج ثماني على قد الموجود مفيش مشكلة فال league اناinks من تحت خلص وانا لسه تحت زيما قلت انا من بالبيس انا كنت الان شائح في الدراسة جدا 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 فشلت في مرحلة ابتدائي الاعدادي السنوي وعاشر ي comfortable في الاقتراحة كنت هناك فشل place بعض الناس كانت بيسموه فانا كنت من الناس اللي هم دخلوا السنوات التجارية عشان احصلوا على دبلون التجارة دو فايه اللي حصل معي دلوقتي انا دخلت قبل ما كامل موضوع دبلون التجارة وانا في الدراسة حتى من صغري خالص اتجهت لمهنة الحلاقة ليه كان في واحد جرنا كده حلاق وبتاع فحبيت الموضوع ما عرفش ليه يعني لسه عال صغير كده وبتاع فمعرفش عجبني شكل الموضوع والمقص والكلام من ده فقلت الابوي انا عاوز روح اتعلم الحلاقة فقال لي انت متأكد ولتلقى قال لي خلاص روح فبتاع روح اتعلم الحلاقة في فترة الاجازات يعني كنت فاشل في التعليم يعني لو اروح التعليم كده بقى خلاص يعني بس كنت فاشل يعني ففي فترة الاجازة كنت بروح اتعلم الحلاقة وعكذا لغاية تم مكبرتي يعني احد من صغري خالص لمرحلة الاعداء دي السنوي والكلام من ده كان جزء من حياتي ان انا مهنة الحلاقة دي جزء من حياتي لاني كنت حبابها يعني مهنة جميلة وزريفة وعالفكرة كنت حلاقة جامد جدا والله ساعات لحب يفتقد الموضوع ده فالمهم جيت في مرحلات السنوي فشل بعد فشل بعد فشل بعد فشل مفيش نجاح خالص بيحصل في الموضوع فجيت في تالت سنوي تجاري قلت لا في حاجة غلط يعني لازم يكون عندي طموح لازم يكون عندي هدف لازم يكون عندي حاجة ففكرت قلت انا هزاكر تالت سنوي دي هاخدها جد جدا وزاكر وابدأ ان انا اعمل كل في وسعي ان انا ادخل جامعة من سنويات وجرية طبعا الناس كتير كانت بتسمع الكلام دوت لهو يا عمر حملة لهو انت دبلوم وبتاع تروح تزاكر وكلية تاب وكلية وكلية وكلام من ده ما سمعتش لحد وفعلا اخدت الموضوع جد جدا وبدأت ان انا بقيت اصحى قبل الفجر كل يوم يوميا اصحى الصبح ازاكر وروحها لمدرسة ووجد المدرسة بشافئي المهم خدت الموضوع كله كأني في سنويات وجرية وفعلا ربنا كرامني لان من جدا وجد واللي بتاعب يلاقي وما يكون عندك هدف فعلا هتوصل له فده اول درس في الموضوع بعد فشل 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 ذكرت وانجحت طلعت التاني على المدرسة اللي انا كنت فيها وقدمت في التنسيق طبعا جالي التنسيق بتاعي وقدمت تخييروا لقيته في التنسيق في الحاجات اللي انا ممكن انا اختارها ولابيت من ضمن الكليات اللي انا قدر اقدم فيها كلية تجارة خارجية كلية تجارة خارجية دي حاجة كبيرة معقولها انا خريت دبلوم تجارة وادخل دجارة خارجية من الموضوع ده فبدون تفكير مابعتش بص على اي اختيار تاني فحطيت كلية تجارة خارجية جامعة حلوان كاول اختيار في التنسيق بتاعي او اول رغبة وبنان عليه تم قبولي في الكلية من دبلوم تجارة فدخلت تجارة خارجية الناس كتير كانت مش بسدها الموضوع الناس كتير كانت يعني جالها زي زهول يعني ايه ده معقول ازاي من دبلوم تجاره هتخش تجاره خارجية ربنا كارم لاني تعبت واشتغلت على نفسي ودخلت كلية تجاره خارجية بعد الدبلوم فده اول نجاح انا حققته بعد مراحل الفشل دي كلها كان 18 سنة فجيت دخلت في الكلية كان خطأ الوحيد بعدين نصيحة برضو للصغيرين في السن بالاخص بعد ما دخلت الكلية ما كانش عندي اي هدف تاني ما كنتش عارف اعمليه بعد كده فقلت خلاص ان دخلت الكلية كان في دماغي بقى الكلية بموضوع تهريج ولعب وخروج وصحاب ومش عارف ايه ولكن الدراسة ما كانتش في تفكير خالص وبما اني كنت فشل في الدراسة فما الدراسة يعني قلت انا خلاص انا عايش حياتي وخلاص واعدي زي اللي بيعده في الكليات وفي الجامعات والكلام ده كله الموضوع ما كانش كده خالص لان الموضوع ما بيعديش كده فشلت في الكلية في اول سنة سقط لسببين اول سبب ان انا ما كنتش واخدها جد ما كنتش فعلا بذاكر ما كانش عندي هدف ولا تموح خلاص انا حققت هدفي ووقفت على كده فده خطأ كبير جدا عمرك ما توقف حتى لحققت هدفك شوف هدف تاني وابدأ اني انت اشتغل عليه ففكرت من الموضوع اللعب وكده فخلاص فده كان اول حاجة اختيار خاطئ ففشلت السبب التاني ان انا فشلت في الكلية دي لان الكلية التجارة الخارجية للي يعرف فيها مواد بالانجليز كتير جدا يعني مواد دراستها باللغة الانجليزية كتير جدا وانا اخوكم كان ابيض انجليزي معرفش ولا كلمة معرفش غير كلمة هاوريو سانكيو اللي هو باللهجة بتاعتنا كده المصروح بس فاتفاجئت ان انا ادخلت في حاجة مليش فيها يعني انا اصلا ضعيف جدا انجليز مش ضعيف معرفش انجليزي اصلا يعني انا معدي المراحل دي كلها كده بالبركة ما neut هوا خمسين في المية خمسين في المية عدي او خلاص مكنتش نعرف اي حاجه في الانجليزي يعني غير الحروف اتفاجئت الموضوعات فده كان اختيار خاطئ مني ان انا دخلت التجارة الخارجية انا فيحت بالاسم جدا إيه ده تجارة الخارجية معقولoli ماش عارف إيه فاخترت الموضوع ده بنانه وانا انا كنت فعلا مذهول معقول ازخل التجارة الخارجية كلها فدخلت فكان اختيار خاطئ جدا مني كان عندي اختيارات تانية ممكن كنت هم كان ننجح فيها كان فيه كليات تربية كان فيه كليات تجارة عادية كان فيه معاهد عليا كان فيه كذا كان فيه كذا المهم كان اختير خاطئ فبناء عليه أنا فشلت فسقطت في سنة أولى فقلت طبع عيد السنة عدت السنة كمان في الترمي الأولاني فشلت كمان وسقطت في الترمي الأولاني وبناء عليه أن أنا كان لازم أسيب الكلية أو أحول على كلية تانية فأنا سحبت أوراية من الكلية وقررت أن أنا أسحب الأوراية ومش هقدم في حاجة تانية بعض الأصحاب وكلام من ده والأهل فقالوا خلاص تقدم في حاجة تانية روح تقدم في كلية تانية ولا كلية قبلتني يا معلم ليه بقى؟ لأن أنا كنت تفاشل سألت سنتين سألت سنتين فالكليات كلها اللي روح تقدم فيها قال لك لأ ما بيقولوش اللي راسب سنتين فمنفعش قدمت في معهد أربع سنين ما قبلنيش كان حل الوحيد أن أقدم في معهد سنتين كان فيه معهد كتير كان فيه اخترار كتير فبيني وبينكم أنا خلاص في الحالة دي وفي الوقت دوت أنا قلت خلاص بعنا ايه مش هقول أحبط ما بيحبش أكون محبط يعني بس قلت خلاص ما فيش حل أنا مش بعد ما كنت في جامعة وتجارة خارجية ومش عارف ايه وبتاع روح هدخل معهد سنتين طيب أنا مش مقدم في اي حاجة وكان خطأ مني برضه يعني ده كان خطأ مني فمقدمتش حاجة خالص سحبت الأوراق وارجعت تاني بقى لمهنة الحلقة بتاعتي ارجع تاني راجل حلاق وبتاعه وعايد يشغل وخلاص والحياة ماشية ما ما فيش في الوسيل الجاي على عدد الرايح وزي اي شاب في مصر فبدأت ان انا اقول طبعا انا مش هينفع الوقت دك مش هينفع بدأت افكر في حلم السفر حلم السفر دوت بيهجي لشباب كتير جدا كل شاب حلمه ان هو يسافر يحاول يحصل على فرصة أفضل حياة أفضل لان لو انت في دولة فقيرة أو دولة كذا ودولة زحمة زي مصر فبتحس ان انت الفرصة بتاعتك ضئيلة جدا مع انه يمكن مش صحيح الموضوع يكون في اختلاف انت لو اشتغلت عن نفسك لو في اي دولة هتوصل لانت عاوزه ولكن بما ان ده الواقع كل شاب فيناء وكل شاب صنو صغير حلمه او طموحه ان هو يسافر يطلع بره البلد اللي هو فيها يطلع لحاجة أحسن أو حاجة أفضل بحيث ان هو يطور من حياته كده فده كان حلمي بس ما كنتش عارف اوصل له ازاي ما فيش معايش فلوس ما عارفش حاجة سافر فين طب اروح فين طب اجي منين طب كذا طب انا الراجل حلية طب كذا 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 قلت يمكن اشتغل في مهنة الحلاقة وركزه في الموضوع دوت يعني سبحان الله ربنا بيأهلك او بيفتعلك ابواب لحاجة معينة عشان ده يوديك لحاجة تانية خلص تمام مهنة الحلاقة ده كانت مثال انا من صغري لقيت نفسي مشدود ليها فشدت لي مهنة الحلاقة لانها فتحت لي باب بعدين في مكان تاني هذكور دلوقتي المهم قبل موضوع الفكر في السفر وكده جاءت فترة الجيش فترة التجنيد زي اللي عارفين كلهم او المصولين او اي حد عارف انه في مصر فيه خدمة عسكرية او اللي هو التجنيد لاي شاب من سن 19 وانت طالع او خلص جمع او كلام من ده فانا بما اني سبت الكلية فبقى سنة يبقى 19 سنة او كلام من ده فجاء معاعدة التجنيد او الخدمة العسكرية فخلص دخلت ما كانش فيه تأجيل او كده فدخلت وكان خدمة العسكرية سنتين مدة سنتين بمنك حصل على دبلوم تجارة فلازم تقضي سنتين في الجيش او في الخدمة العسكرية فبدأت دخلت الخدمة العسكرية زي الشباب كتير بيخشوا وكلام من ده بس ما عادتش السنتين في الجيش السبب دوت لي لاني كان عندي اخ واخويا توفى بعد ما قضيت في الجيش سنة ونص فاخويا ربنا يفتقر يعني وتوفى وكده فقانون الخدمة العسكرية في مصر لو انت في الجيش او هتقدم على الجيش ما ينفعش يكون انت شخص وحيد ولد وحيد يعني على بنات او كلام من ده فبما ان اخويا توفى فبقيت انا الولد الوحيد بعد والدي انا العائل للغسرة بعد والدي فالمهم قدمت على طلب ان انا اخرج من الجيش بناء انا على وفاة اخويا قدمتوا كلام من ده وخرجت بدري ستة شهور يعني عادت سنة ونص في الجيش وخرجت بدري من الخدمة العسكرية رجعت بقى تغلع بقى للحياة خلاص قضيت الخدمة العسكرية قضيت كذا قضيت كذا مش عارف اعمل ايه برضو لسه شغال زي ما انا ونفسي ان انا اعمل حاجة فبدأت افكر طبعا انا نفس اشتغل شغلانا تانيا نفس اشتغل شغلانا ببدلة كده مش عايف ليه طب هشتغل زي شغلانا ببدلة وانا راجل حلاق انت معي فكل المعطيات حواليك او كل الحاجات حواليك بتقولك ان ان انت بلاش عبل بلاش عبط يعني انت اخليك في اللي انت فيه ولو قلت الكلام ده لحد يضحك عليك فكان نفس ان انا اشتغل في شغلانا اللي هو اكون رايح ببدلة جاي ببدلة ولبس كروفاتة وبتاع مش عارف ليه بصراحة معرفش الشاب بقى انت وكل شاب بتلاقي دماغه فيها حاجات وحاوس تعمل حاجة وبتاع فالموضوع كان في دماغي مش عارف ليه المهم فعاد زي ما انا مش عارف اعمل ايه انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي محتاج ان انا سافر حلمي في الصفر وحلمي في كذا فالواقع زي ما قلت بيقولي ان انت راجل حلاء فتفضل زي ما انت حلاء وخلاص والناس اللي حوليك بتقولك انت بلاش بلاش حبل وكلام من ده وخلاص المهم اللي حصل هي اللي حصل ان انا جات فرصة تسافر واحد صديق ليه كان زميل في دولة الخليجية تحت دينا بالامارات فكانت اتصل بيه وقال لي فيه فرصة عاد عمل لمهنة حلاء هنا في الامارات وكذا 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 فانا اخدت الفرصة ديه بايدة واثنينة قلت بس خلاص ماشي انا مسافر لا خلاص انا معنديش مشكلة فقول ربنا سخروا لي يعني فزي ما كنت بقول ربنا بيجهازك لحاجة فانت ما تعرفش ايه اللي جاي بعد كده يعني انا اخترت مهنة الحلاء وانا لسه عار صغير يمكن للسبب دوت لان بعد كده الحياة تغيرت خلاص فقلت خلاص لا انا ماشي انا موافقة على مش موضوع موافقة انا ماشي انا متحمس جدا وعاوز السفرية دي انا حلم ان انا سافر في اي عادة بقى كنت اعاوز السفر في اي مكان المهم كان عندي مشكلة مشكلة ان انا مفيش فلوس ما عنديش فلوس ان ادفع تساكر طيارة ما عنديش فلوس ان اخدها معي بحيث ان انا وانا مسافرة باعارف ان انا اصرف او كلام من ده فمن اللي ساعدني ابويا ابويا استلب فلوس من حد انه يداني فلوس عشان ادفع تكاليفة تسكير طياران وما صرف تكون معي فترة موقعتة لغاية ان يبدأ الشغل وكلام من ده المهم بسافرت الامارات روحت عندي بقى كل حماس وكلام من ده وقلت بس الحياة تتغير والدنيا هتحلوه والحياة جميلة وكده اكتشفت حاجات يعني مش دايما كل سافرية بتكون ناجحة مش دايما كل حد بيسافر بيلاقي حاجة فعلا اللي هو بيكون بيتمنيها هتقابلك حاجات كتير ما تتخيلهاش او حاجات ما كنتش تتوقعها المهم سافرت كانت قال لي فيه كلام ان انا هروح فيه سكن ليه فيه كذا فيه كذا فيه كذا روحت لقيت الكلام ده غير صحيح بالمرة فعادت كان صاحب الشغل اماراتي هو كان فكان صاحب الشغل مش موجود في الفترة دي في البلد كان مسافر وكده فكان طريبا يغيب اسبوعين ففي الفترة دي انا عادت فين بقى كنت ببات في قهوة كافيتيريا كان الكافيتيريا تفتح الصبح وبالليل اخش انام في القهوة دي مع صاحبي فعادت اسبوعين كده فبدأت احس شوية بان انا يعني مش معقول ده اللي انا عاوزه انا مش سايب مثلا بلدي وكده عشان ايجي قاعد في قهوة فين الشغل فين كذا فين كذا فقررت ان انا لأ الغي الموضوع وارجع مصر قلت خلاص انا مش هينفع الموضوع دوت شكله كده مش شغال وارجع مصر ولكن لايسا فكانش يفع ارجع ليه ما كانش يفع ارجع لان زي ما قلت والدي كان مستلف فلوس من الناس ان انا استخدمتها عشان اسافر واصرف منها فما انفعش الفلوس لازم تساعد لو انا رجعت مصر مش هعرف اسد الفلوس دي وهتقل وقت طويل يعني في الفترة دي كانت الالافات دي كانت حاجة كبيرة جدا انك تسدها يعني المهم فصاحبي قاعد يقولني بس اه ده ومش عارف ايه وبتاع الامور هتوبقى كويسة وكلام من ده المهم سمعت واقعدت مليش يعني خلاص يعني لا حلول قوة فخلاص يعني انا منذوقتي موجود فاستسلمت الامر الواقع وخلاص جاي صاحب الشغل رحنا للصالون بتاعه والمحل بتاعه وكده كان في مدينة في الامارات مدينة بعيد جدا مدينة فاضية ما فيهاش حاجة فكان موقع المحل مش جايد خالص خالص يعني بالنسبة للشغل المهم رحت استلمت الشغل وكده نفس الموضوع ما كانش فيه سكن ما كانش فيه حاجة اي خالص فاضطريت ان انا كنت بعايش فين ببات فين بقى في الصندرة بتاع المحل فيه ناس بيسموها السبدة اللي هو بيكون مكان فوق المحل كده بيستخدمو كمخزن او حاجة فاطلعت وكنت بنام فيه وعشت فيه فترة يعني شهور في المكان ده ما كانش بقى فيه ولا حمام ولا مطبخ ولا اي حاجة كان فيه حمام عمومي حمام خارجي برا كده فكنت اطلع فيه اي اخد دوش كلام من دخس الوشي الهاجات دي كلها في الحمام الخارجي وارجع تاني وهكذا فكانت مأساة بصراحة بالنسبة لي ولكن قلت انا خلاص بقى انا بقيت هنا فاستحمل واشوف الموضوع ده يبديني فيه ما نفعش ارجع دلوقتي في كلامي يعني فيه فلوس لازم تستد وكده فضلت هناك المهم اقعدنا واختصر الكلام عشان الموضوع ياخده طويل فاقعدنا في الموضوع دوت سنة وشوية يمكن فالمحل ما نفعش فصاحب المحل فكر انه يفتح محل تاني في مدينة تانية اكبر شوية ففعلا اخذ محل ولكن اختياره كان سيء وقلنا له الكلام دوت لان المحل برضو مكانه ما كانش في مكان كويس وعكذا ومش عارف ايه فمسمعش ففتح المحل في المكان دوت وكنت انا وثلاثة مصرين معنا شغالين في نفس المحل ده ععدنا في المحل برضو انا باختصر سنين دلوقتي فعدنا في المحل سنتين تقريبا فالمحل ما كانش جاي بالدخل اللي هو لصاحب المحل فبدأ ان هو يخسر يعني بقى يدفع من جيبه اللي هو رواتب واجارات وكلام من ده فبعد سنتين الرجل بقى المحل وقال لك خلاص يعني فنشنا اللي هو بمعنى سرحنا او خلاص يعني افل كلام ده ولا كان هلغي الاقامة فانا بعد الفتر دي كلها كنت خلاص يعني اختعودت على الموضوع وكلام من ده فقلت ادور على شغل تاني يعني لاني كنت لسه يعني مكتفتش يعني انت روحت هناك اعادت up and down وبعدين المحل مش شغال قوي فالدخل ما كانش اللي هو فزروف كتير جدا يعني فكان لازم تفضل يعني منفعش خلاص بقى وبعدين اعادت في الغربة منفعش ترجع مصر يعني هارجع مصر وانا لسه ما عنديش حاجة فاهمني ازاي حتى ما عندكش شقة ملكك او كلام من ده طبعا الشاب اللي بتباني دلوقتي واحد دلوقتي فهم ان اقصد ايه عشان تلا هتنزل وهتتجوز او كلام من ده حد راجع من صفر فلازم على العالي يكون عندك مكان تقعد فيه عندك حاجة تجاهزك المهم ما وصل الكلام سيبنا الشغل قعدت شهور من غير شغل فبنان عليه لو انت عندك فلوس مثلا المتعان على جنب الفلوس دي ضعت مش ضعت ضعت يعني انت صرفت على اجار اكل شرب كلام من ده فمفيش لا يعني بعد السنين دي كلها مفيش حاجة ظهرة للواحد او يدي له ان هو طاقة ايجابية ان هو يعمل حاجة ولكن كملت المهم كان فيه اعلان عن وظيفة شغل ولكن مش حلاق كان مركب او اخصائي تركيب شعر فاترقيت شوية بيتفل اعلى شوية اللي هو كان مركز واحد فتح مركز في مدينة تانية خالص في الامراد بردو فكان عاوز حد ان هو يشتغل في المركز دوت يركب شعر للناس القرع دي الجماعة لما عندها الشعر فبتركب شعر مستعر وكلام منه فبما انه عندي كان فيه عندي الاساسيات اللي هو في الحلاقة او كده فكان سهل جدا ان انا اتعلم اتعلم موضوع تركيب الشعر فالمهم عملت معانه قبل اسبوع زمان وخلاص فعرفت كل حاجة عرفت الفول عرفت الليل الموضوع كان سهل بالنسباني فاشتغلت في الموضوع دوت بعد فترة بقيت يعني فترة مش طويلة جدا بقيت انا المسؤول عن المركز كله زي ما تقول المدير المركز او كده بقيت بتاب يعني بتابع الموظفين هناك بديهم رواتب بديهم كذا بقابل لعملة بتاع تقريبا حوالي سنة ونص في الموضوع دوت فجاء صاحب الشغل لسبب ما معرفش هو مش امراتي على فكرة هو كان وافد ولكن كان صاحب الشغل يعني فبعد فترة معرفش بدأ ان هو يقلق مني خايف مني او حاجة معرفش ليه مش خايف اللي هو مرعوب لا بدأ يلاحظ ان انا يعني بقيت انا في الصورة اكتر يعني كان عنده شغل تاني وبيروح وبيجي وكده ولكن انا كنت يعني بادر له بتاع بمويرض الليه وكل حاجة هو بقابل الناس وشايف شغلي وكل حاجة ده ما يكنش في مشاكل يعني بس هو بدأ يخاف يعني بدأ يخاف قال لك طب اه لا دلوقتي هو بقى اللي في الصورة الناس كلها تعرفني زبان تعرفني محدش يعرفه هو كصاحب محل او صاحب السنتر او المركز يعني فبدأ يفكر قال لك لا انا انا ماشي الرجل ده انا مش عاوزي ومش عايز اديله حجم اكبر من كده يعني بدأ حجم يكبر فهو بدأ يقلق من موضوع الحجم اللي بيكبر دوت فقال لك لا انا لازم استرقله يعني فالمهم فعلا جي فقال لي بص اي اي انا خلاص بان اي اي اتطر ان انا الغي الاقامة وكلام من ده وبتاع طب ليه يا عم انا عملت لك جي وبتاع قال لا مفيش بتاع الصناية هاجي استلم انا بقى المحل وكده يعني فقالت له خلاص مفيش مشكلة براحتك يعني وانت يعني مش هارت حال عليه خلاص يعني المهم الشاني وجاب حد تاني ان هو يشتغل جديد وهكذا فا اتضع ان هو كل فترة عاوز يغير حد مش عاوز حد يفضل في مكان واحد فترة ولكن اشي يرجع له الشغل بتاعه حر يعمل اللي يعمله ولكن انا اللي كنت خسرون في الموضوع لان انا طلعت من الشغل دوت اعادت فترة طويلة تاني ان انا اضع على شغل نفس القصة تاني فنجاح فشل نجاح فشل نجاح فشل نجاح فشل نجاح فشل بس عمر ما يقصد يعني كنت دايما ان انا بكمل وبحاول اشوف لان انا كان عندي طموح واحلام بس مش عارف ايه بالزبط او او اوصل للحاجات دي ازاي بالزبط ما كانش في حاجة يعني كلير ما كانش عندي حاجة واضح قوي في دماغي انا عاوزي بالزبط المهم عادت دور على شغل كتير في عملات الشغل عادت شهور بدون عمل نفس القصة تاني اصرف الفلوس في كذا في كذا في كذا في كذا لان قعدت شهور من غير شغل كتير جدا يعني فجيت بعد كده فاكرين لما قلت لكم ما كنت في مصر قبل مسافر كان نفسي اشتغل في شغلنا بكارفاتة وتاع وكلام من ده ما عرفش ايه شغلنا بس كان نفسي يعني تخيلت نفسي كده لابس كارفاتة و بروح شغل و باجي مش شغل ما عرفش ليه المهم اللي حصل معي حد صديق لي كان قالي في بانك هيوظف ناس ان هي تشتغل فيه فقلت له بانك طب البانك انا معي دبلوم تجارة يعني بانك مش هشغلني فبالمناسبة في الفترة دي قبل مخش الموضوع دوت كنت بدأت ان اتعلم انجليزي قبل كده بسنتين يعني انا كنت وسط الامارات معرفش كلام انجليزي خالص فبدأت لاحظت ان انا كل الناس في الامارات او يعني 99% الناس بتكلم انجليزي بيع معهم لغة حتى تلاقي مثلا بتاع سواء ماركت المكواجي بيه لغة فحسيت ان انا حجمي قد كده يعني معقول الناس دي بتتكلم اللغة وانا مش عارف اتعلم لغة فبدأت ان انا ايه اخبط يعني احاول اتعلم اقرب كتب اه اتعرف على الناس اجانب مش عرب او كده بحيس ان انا ابدأ ان انا قلضوا من اللغة دي واتعلم اللغة وفعلا معلوقت بدأت ان انا فعلا اتعلم اللغة اللهم باختصار يعني فانا اتعلمت اللغة في الامارات بالممارسة ما درستش بالانجليزي ولا حاجة اعادت ان انا اقرأ كتب ومع نفسي واتعلم الكتابة واتعلم مش عارف كذا وكذا وكذا فتعلمت اللغة الانجليزية بالممارسة في الامراض فدي كانت حاجة جباية جدا ليا وحاجة مفيدة ليا زي ما قلتلك ربنا بيجهزك لحاجة انت ما تعرفش ايه هي يعني انت بس في مراحل بتيجي في حياتك دايما لما انت بيحصل حاجة في حياتك لو حاجة ما مشيتش زي ما انت عاوز تعرف ان ربنا شغل لك حاجة احسن يعني انت عندك هدف لحاجة معينة الحاجة دي ما مشيتش فما تبقاش محبط وتيقاس وكذا اعرف ان ربنا دايما انشغل لك حاجة احسن منها بس شغلك انت او مهمتك انك تعرف الحاجة دي توصلها منين فين الحاجة يدور عليها يعني المهم فكت في الفترة دي بتكلم انجليزي يعني بعرف انجليش وكذا فجي صاحبي قال لي موضوع البنك دوت فالتورتاب مش هيعمل معيه دبلوم تجارة فبنك هيقول لك لازم عقل حاجة باكالوريوس او كلام من ده انا ما عنديش باكالوريوس فقال لي يا عمي هو كمان كان من غير الشغل بالمناسبة فقال لي تعالي بس روح نقدم دواحد صاحبي شغال في البنك قال لي تعالي شوف المدير وفعلا روحنا وشوفنا المدير انا وصاحبي دوت شوف النصيب ربنا يعني اسمع القصة دي كويس دخلت انا وصاحبي ما كناش لابسين حاجة الانتروبيو يعني انا مش لابسين حاجة المقابلة جاهزة انا كنت لابس لبس عادي خالص وصاحبي لابس عادي كان تريد ان لابس شورت بس حصل اللي كان فترة مسائية ومدير البنك كان موجود وكان عاوز يوظف ناس فقال له هاتهم اخليني يشوفهم فقال له احنا مش جاهزين ودعني طويلة قال لي بس تعالي خلاص كلمه كان مدير فلسطيني احب اقول له كل التأدير والتحية لي راجل محترم جدا 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 المهم فروحنا قابلنا الراجل دوت بس لانك هتتعامل في بنك وفيه بعد مقابلته فيه مقابلتين كمان مقابلة مدير المنطقة ومدير العام للبنك فكان لازم مقابلة تكون بالانجليزي فصاحبي دخل المقابلة بتاعته وبعد كده طلع هو وانا دخلت فانا ادخله بصراحة كنت فرحان وقلت معقول يعني اللي هشتغل في بنك انا راجل حلاق ومعايد بلوم تجارة يعني البنك هيقبلني ازاي مش عارف دي مفيش حاجة بيدعي ربنا والله ما في حاجة بيدعي ربنا اسمعوا الكلام ده كويس اي معطيات حواليك او اي حاجة حواليك بتقولك ما ينفعش او حد بيقولك انت فاشل او كذا ما تسمعش الكلام دوت ربنا فوق كل حاجة ربنا اقوى من اي معطيات اقوى من اي حد اقوى من اي حاجة في الدنيا دي كله المهم دخلت للمقابلة الراجل دوت عشان اصر الكلام عليكو الراجل ارتاح لي وبتاع وقال لي خلاص انا اي 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 انا هاخدك بس مش اخد صاحبك فانا زعلت لي لان صاحبي هو اللي كان دلني على الشغلانة يعني من غيره هو انا مكنتش رايح سبحان الله ربنا هو اعمله سبب ان انا اروح معايا الموضوع ده مديرش الفرع ابلني وقال لي كده انا هاخدك بس مش اخد صاحبك قال لي انا حاس ان انت هيجي منك وكلام من ده كان قسم المبيعات في البنك مبيعات البطاعة الاقتمانية والكروض ومش اعرف ايه والكلام من دي فقلت له طب شكرا بس اخذه معينا وبتاع حتى تحاول معنا وحاول ان اقول له فقال لي لان انا اخدك انت والله هو قلت له خلاص ابخده هو فقعد يضحك قال لي لا انا اعاوزك انت فقالت له ماشي فتلاقي الصاحب انا اعزالين عليك وانا ااسف معلش يبيرتك مكودت اخذ تاني فهو كان قلبه ابيض قال لي لا يا اعمو ده نصيب قال لي ده نصيب ده نصيبك يعني ربنا عمل اسباب دي لان ده نصيبك انت انا هلاقي حاجة تانية في مكان تاني وفعلا لاه هو شغلنا تانية في مكان تاني احسن من دي كمان المهم انا اشتغلت في موضوع البنك قبلت عملت المقابلتين التانيين لمدير الفرع ومدير المنطقة قبلوني ومش عارف ايه وبدأت الشغل تخيلوا قمة السعادة اللي كنت فيها نجاح كبير جدا يبقى انا معاك دبلوم تجارة خريج دبلوم تجارة سنوية تجارية راجل شغلت عمرك في الحلاقة ما عندكش اي خبرة في مجال البنك او شغال في حاجة في استاذ البنك وهبضة مرة واحدة بقيت موظف في بنك وشغل في قسم المبعات وراتب كويس جدا وميزات كويسة جدا وحاجات كنت حاسس ان انا في حلم بجد والله حاسس ان انا فعلا في حلم مش مش صدق نفسي بقيت فعلا بروح الشغل بالكارفاتة والبدلة اللي انا كنت بفكر فيها عما كان عندي 18 سنة نفس الفكرة اللي كنت بفكر شفت اتخيلت نفسي صورة كده ان انا لابس بدلة بروح شغل واجه من شغل في وقتها ما كنتش عارف ايه يعني ايه الهبة اللي كنت في ده زي ما قلت المعطيات كلها بتقول لي ده كلام فاضي ما ينفعش اتحققت فعلا بعد كام سنة ربنا شهلك الاحسن دايما المهم اشتغلت في البنك هم كانوا اربع شهور بس في البنك ليه حصلت الازمة بتاعة 2009 الازمة الاقتصادية العالمية لو تفتكروها فبدأت الشركات كلها والبنوك تسرح لهم البطاعة او تفنشهم فالحظ يا انا اشتغلت في البنك اربع شهور وبعدين البنك فنش حوالي 4500 واحد من الفروع البنك كلها وحددوا او عاملوا تارجت او استهدفوا الناس الجديدة يعني هم مش هيفصلوا حد بالو مثلا 15 سنة 20 سنة معايا هم فبدأوا يفصلوا الناس مش يفصلوا لو يعني خلاص يعني بيسرحوك يعني الناس اللي هي جديدة وانا كنت واحد منهم فبعد اربع شهور ملحيتش هتهنى بالحلم اللي انا كنت في ده والكلام اللي انا فيه ده فقلت سبحان الله طب ايه في حاجة غلط طيب ومع ذلك مايقستش فقلت خلاص بقى يعني هابدى ادراع على الشغل صعب جدا انه انتلاقي شغل الفترة دي كل الشركات مقفلة كل حاجة بتقفل محدش بيوظف حد مفيش 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 عادت من غير الشغل 8 شهور في الامراض بدون عمل 8 شهور بلا مبلغة كل فلوسي خلصت كل حاجة معي خلصت لاني لسه طالع من ازمة واشتغلت اربع شهور علما الحقيقة ان انا عسد الفلوس اللي هتعلي وابدع ان انا شم نفسي بوم تعال يا معلم قعد تاني من الشغل عادت تقريبا 7 او 8 شهور من غير الشغل وما كنتش عارف عملي خلص خلص بقيت على الابيض انا بتكلم في سنين دلوقت سنين مره تو بتاع فالموضوع ان انا هرجع مصر ده المستحيل هرجع عامل ايه مفيش انا راجع بالصفر بعد السنين دي كلها ومعيش فلوس ان انا استنى فمش عارف عامل ايه المهم كان فيه واحد من اصحابي جميله ده مش هنساء ابدا طول حياتي والراجل ده لسه موجود في الامارات زي ما هو هو اللي شلني الفترة دي فترة السبعة او 8 شهور سكن اكل شرب كذا 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 قال لي بص اللي انت عاوزه خليك وترجعش مصر وانا هشيلك اللي انت عاوزه قد ما تلاقي شغل فعلا كان راجل وقد كلمته استحملني المدة 7 او 8 شهور يا جماعة محدش بيعمل كده يعني كان اكتر من اخ بصراحة 7 او 8 شهور الراجل دوت مكلني مشربني من يمني كذا 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 7 شهور فجميله ده عمري ما هنساء ابدا طول حياتي المهم بعد 7 او 8 شهور بدأت دنيا تفك شوية وكده عشان ما اتوصح عليكم بدأت دنيا تفك شوية وكلام ده فلاقيت شغل في شركة صرافة زي ما قلت انا اشتغلت كل الشغلانات اللي انا اتكلمت عليها قبل كده اشتغلت كل الشغلانات دي فبدأت ان انا اعمل اتقابلت في موضوع شركة الصرافة دي ليه اتقابلت في شركة الصرافة لان لو عندي في السي في بتاعي عندي خبرة في البنك طبعا انا شلت من الخبرة في موضوع الحلاقة من السي في بتاعي فسيبت خبرة البنك فمدير البنك اللي انا كنت اشغال فيه اللي هو الراجل الفلسطيني دوت كان شخص محترم جدا فهو كانت مرتاح لي وكده فعال لي بوسها جمال لو حد اي شركة طلبت منك او حد ان هم يكلموه يراجعوا يتأكدوا انه كنت اشغال في كذا اديهم رقمي فطبعا لما عملت المرابلة في شركة الصرافة قدمت السي بي بتاعي وراحوا وعملوا فعلا مكلمة للمدير البنك اللي هو الشخص دوت وفعلا اكد لهم اه ان كنت اشغال في البنك وكذا 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 المهم اصر الكلام ابلوني في الوظيفة بتاع شركة الصرافة دي شركة صرافة معروفة جدا في الامراض كبيرة اشتغلت فيها كصراف تحويل عملية تحويل فلوس وكلام من ده فلسه برضو انا معي الدبلوم زي منا اللي شغلني الاربع شهور لانا اشتغلتهم في البنك دول فالاربع شهور لانا اشتغلتهم في البنك هعملوا الفرق ان انا اكمل او الشركة دي تقبلني في الشغل فيها وانا لسه معي فدايما زي ما قلت كده هعدة كتير جدا ربنا دايما بيحط لك حاجات واذا ما مشيتش معاك اعرف ان هم اهلك لحاجة تانية او في حاجة تانية جاية في السكة فما تيقس ابدا وده السبب من الاسبابل دايما بيقول عايش هتفاؤل فخليك دايما متفاعل المهم استلمت الشغل في الشركة دي واعدت وكنت فعلا بدأت بقى مرحلة الكريورشفت او تحويل المجال انتغار بقى مجال دلوقتي اعدت كل السنين دي كلها راجل شغال في الحلاقة وكذا اشتغلت هبا في كذا هبا في كذا بانك اربع شهور بوم دلوقتي شغال في شركة صرافة بدأت الحياة تزبط ده نهاية فترة الامرات او قبل النهاية سنين بتكلم في سنين كتير جدا عدت معايا فيها بقى فشل وحاجات فيه فشل منه ما كانش ليه اراضه فيه وفيه فشل في حياتي كلها انا كان باختياري منهم الدراسة والحاجات دي ولكن لغاية النقطة دي انا بدأت احس ان الدنيا بدأت تزبط شوية فقلت خلاص قلت انا بقى انا خلاص كده مية مية استقر وكده والدنيا تهدى اعادت فعلا اشتغلت واعادت في الشركة دي تقريبا حوالي سنة ونص او ما يقرب من سنتين قبل ما سيب الامارات يعني انا سبت الامارات كانت دي اخر وظيفة لي في الامارات اللي هو وظيفة الصرافة في شركة صرافة فعادت فعلا الحياة كانت ظبطت الحياة جميلة وكذا وخلاص سددت ديون والدنيا احلوة والراتب وكذا وكذا فخلاص بقى ان انا قلت خلاص انا كده وصلت البيك يعني او الليمت بتاعي بالنسبة للأحلام جيت بعد كده اتعرفت على زوجتي وتتجوزنا اسر الكلام يعني اتعرفت عليها وتجوزنا وكلام ماذا في الامارات وبعدين قررنا ان احنا نيجي على كندا بما ان انا زوجتي كندية فجينا قلنا نيجي مثلا على كندا طبعا موضوع انك تجي على كندا ما كانش سهل جدا يعني كان موضوع معقد لازم تقدم بقى الاوراق وكلام مع ان انا متجوزين يعني مع انك متجوز عادة لو انت متجوز فبيكون موضوع اسهل شوية ولكن كان لسه برضه معقد معرفش لي بيعقدوا الامور يعني بمهم اتجوزت وكذا 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 وكنت شوية متردد ان انا يجي هنا بصراحة لان الوضع كان كويس هناك في الامارات بدأ انه خلاص كويس وقلت خلاص انا كده يعني مرتاح دخل كويس كذا كويس كذا كويس طب ليه اغامر بقى وروح ده اولا تانية من البداية وانا سني مكانش صغير يعني سني بدأ ان انا اكبر يعني بعدي بقى تلاتينات وكلام من ده فمش عايز ابدأ تاني من الاول واتقاحرة التاني المهم قعدنا وبتاع فنقاش حد وبتاع بيني وبين مراتي وكذا فامراتي قلت لها تب تعادي هنا تب تعادي هنا فبقى تيجي هناك فمش عارف ايه المهم فقررنا انه نيجي هنا قلت لها خلاص ايه نروح هناك ونجرب الحياة قدمنا الاوراق الاوراق بتاعتي المحامي واخد فلوس ومحامي معملش اي حاجة والوراق بتاعي تقريبا كنت هفقد الفرصة ان انا اجي تمام كانت مراتي موجودة هنا وانا موجود هناك بنخلص في الاوراق والكلام ده كله فالمحامي معملش اي حاجة كانت محامية معملتش اي حاجة اخدت فلوس ومعملتش اي حاجة خالص مفيش اي كومنيكيشن مفيش تواصل معنا وكذا فبالصدفة مراتي كانت بتبعت السؤال للصفارة او حاجة زي كده تقول لهم اي اخبار الابليكيشن يعني الوراق بتاعه فين وكده قالولها ايه ده احنا بعتنا كذا ايميل للمحامي وكذا ايميل مش عارف لمين انه هو لو مجاش بالباسبورت بتاعه خلال 30 يوم الفيزا دي هتتلغي ومش هينفع عدم لكمان سنتين انت متخيل معي فالاخر لاحظة عشان اخد بقى المشكلة كانت عنده عشان اخد الباسبورت بتاعي الجواز بتاعي من الشركة في الامارات انت عارفين شركات الخليج بعملوا حاجة انا في رأيي مش اه معاش اعار مش كويسة فان هو موضوع انت الكفيل لازم ياخد الجواز بتاعك او الباسبور بتاعك يخلوه كده شركة او شخص او كذا مش هعرف ايه الهدف منها بس ده مش موضوعنا كان طبعا جوازي في الشركة بيحتفظ بالجواز بتاعك فانا عايز الجواز عشان اروح على السفارة لو قلت لهم انا مسافر او كذا هيكالكعولي الدنيا مع ادول الامور كلها ومش عارف اطلع كنت انا لسا جاي من اجازة فمش عارف عشان اقدم على اجازة بتاخد وقت طويل ومش عارف ايه وكلام من ده فكنت مستعجل جدا لازم انزل او ااخد الجواز بتاعي خلان يومين مش اكتر المهم اتصرفت وكلمت المدير وكذا 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 فجبت الجواز بتاعي في فترة اصيرة جدا وراحت على السفارة اخدت الفيزا وقالولي لازم تسافر في خلال الشهر دي كانت نهاية رحية الامارات مش عارف انتو صدعتوا ولا ولكن دي كانت نهاية رحية الامارات بعد كل التاعه والمطبات يعني البسيط على المنحنة بتاع الحياة عندي هتلاقي نحنة المنحنة اللي هو الجراف دوت لي طالع نازل طالع نازل طالع نازل 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 كده لخبطة كتير يعني بس ما كانش فيها أس الحمد لله المهم وصلت كندا مش عارف عمليه فدلوقتي انا وصلت مش عارف عمليه خلص يعني لسه بدي بقى من جديد ومش عارف حاجة خالص هنا معرفش السيستم او نظام البلد فقعدت ان انا حاضرها شغل في نفس المجال بقى اللي كنت فيه اللي هو يما صراف يما شغل في بانك او كذا او كذا او كذا زي ما انا بالدبلوم بس بما اني بقى عندي خبرة في المجال دور قلت ادور على شغل كان مرحلة الشغل التدوير او البحث عن العمل في المجال ده صعبة جدا 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 فبدأت اصيب بحاجة من برضو مش احباط ومش احبب اتكلم استغمي كلمة احباط بس ان انا اللي هو ايه بقيت داون يعني مش عارف بقى تبقى انا ايه القرار اللي خدته دوت ده كان قرار صحيح تبقى انا كنت كويس والحياة بدأت تبقى كويسة وكده فقعد المهم وكان مرت بسنة تقريبا او اول سنة كده قد صعبة جدا علي هنا مع ان انا موجود بمراتي موجودة معي وكده بس بدأت بقى خلاص يعني من العصبية ومن كذا ومش عارف انا عملت ايه طب ليه جت هنا طب ليه كذا الدنيا مش زبطة مفيش حاجة زبطة طب يا ريتني ما كنت جيت طب ما كنت موجود هناك او كذا وطبعا مش زنبها هي طبعا هي انا بحاول ان انا اوصف لها ان انا انا كنت ستيبل يعني حياتي خلاص بدأت تزبط وتعبت كتير ما عنديش استعدادنا ان ابدأ تاني من الصفر تمام فالمهم اعدنا وبتاع ادارو على شغل ما فيش شغل بدأت اشتغل بقى شغل كده اللي هو فور كاش يعني تروح تشيل حاجة مع حد تروح مش عارف ايه وبتاع قلت اوطنش خوانس المهم ابدأت شغال وبعد كده بدأت ان انا ادور على شغل فلاقيت شغلانة في شركة سيارات وكالة سيارات زي ما اقولت انا اشتغلت كل الشغلانات اللي كانت في البوست اللي انا عملته فلاقيت شغلانة في شركة سيارات ان انا تبقى باقع يعني في وكالة سيارات وكده فروح تقدمت وبتاع اخدوني واشتغلت ما كانتش شغلة زريفة خالص شغلة مملة لا اسجاب كتير كان صاحب الشركة راجل يهودي انا مش عن سرة ولا حاجة ولكن كان صاحب راجل يهودي وراجل ميت جدا على الفلوس وكان بصراحة الوضع كان صعب جدا في الوكالة اللي هو الراجل الكبير صاحب الشغل المشكلة التانية كان مديري المباشر او مدير الصالة او كده كان اسرائيلي فطلع عيني مش عشان انا مصري وهو كذا او انا عربي وهو كذا بس هو كان راجل سئيل راجل دمو تئيل كده وراجل رخم مع كل الناس فزهقني في حياتي لمدة 6 شهور وكان دايما يقعد يقول لي انا وانا صغير انا مولود في اسرائيل وانا صغير كنت اتربيت على غنم وكلسوم وافلام كان بيتكلم عربي شوية يقول لي افلام عمر الشريف وفتن حمامة يا احمد يا مونة ويقعد يعمل كده فقال له ماشي يا عم المهم فزهقني في حياتي وفوت 6 شهور فقالت انا مش هكمل فسبت الشغل دوت اللي هو في الوكالة سيارات بعد 6 شهور لاني مستحملتش بصراحة كانتش وظيفة كويسة وكان المكان غلط كله وبعضه المهم بدأت ان انا ادور على شغل تاني اعدت من غير الشغل تاني يعني شوف كم مرة في حياتي شغل فعادت تاني من غير الشغل المهم عشان اقصر الموضوع عليكم لديت واحد صاحبي اللي في شركة كهرابا فتح ابيب تقديم لموظفين خدمة عمله التروتب ماشي انا اعدم روحت اقدمت عملات المقابلة والانتروفيو والتاعة مش عارف ايه فخلص احدت الشغل كان خدمة عمله اللي هو على التليفون وكلام من ده اعدت في الشركة دي تقريبا ما يقرب من 4 سنوات الكلام ده هنا في كندا شغل كويس شركة كويسة راتب كويس عايش في كندا مش عارف ايه والحياة لذيذة وبدأ الدنيا تثبت وبدأ ترتاح نفسيا ان فعلا اه خلاص بقى القرار انا اخدتوا ما كانش واحش قوي بس كانت لامور صعبة في الاول وبعد كده 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 كل ده لغاية دلوقتي مفيش حاجة اسمها جرافيك ديزاين يعني معرفش حاجة عن جرافيك ديزاين خالص معرفش اصلا اي حاجة عن اي حاجة هنلقوا جات فكرة جرافيك ديزاين دي منين المهم خلال شغلي في المرحلة بتاعت شركة الكهرباء دي كخدمة عمله بعد النص بعد السنتين وشوية بدأت امل بدأت ازهق معاني الرائطة كويس والفلوس كويسة بس اتضحل ان الفلوس مش كل حاجة يعني في حاجة رحلة البحث عن السعادة عارف انت عاوز تبقى سعيد بس مش عارف السعادة دي فين فالسعادة مش في الفلوس او في كذا شغلها الشغل كويس وكل حاجة بس بدأت امل لسبب حاسس ان مفيش مستقبل انا عمال اكبر في السن وحاسس ان هفضل طول عمري في خدمة العمله دي مفيش ترقييات في الشركة دي وتفضل طول عمرك في المكان دوت او في الوظيفة دي مفيش ترقييات فيها انت بدأ ده اخرك يعني فجيت قلت مش معقول يعني مش معقول ده هيكون دي نهاية حياتي بقى انهي حياتي كلها قاعد عالتليفون بقى تابع عمله وكان في ناس سئلة كده بقى انت عارف خدمة العمله زي في اي مكان واحد لسانه طويل واحد كده المهم الفجيت بدأت ان انا ازهق طب مش معقول انا لازم يكون في حل مش متخيل حياتي انها تنتهي ان انا وكون موظف خدمة عمله لغاية تنموت مش هينفع الكلام ده فعادت كتير انا اتكلم انا ومراتي مراتي كانت مديرة HR يعني human resource في شركة كبيرة جدا يعني من غير ذكر اسمها كانت مديرة شركة مديرة عفوا مديرة قسم HR او human resource تمام؟ فكانت ايا شغالة وانا شغال والامورك وياسة وحياك وياسة ما فيش مشكلة بس احنا الاثنين كان عندنا ميول لنفس الأشياء عايزين نسيب كل الكلام ده عايزين سعادة فعبل ما اكمل كل الده وصول المجال او 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 حاوبى اشكر زوجتي جدا 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 عليه لان انا فعلا دعميتني كتير جدا واستحملتني كتير جدا في مواقف كتير جدا وكانت دايما بتقدم الدعم عمرها يعني ما كانت زهقان عمرها ما كانت كذا بالعكس كانت دايما بتزقني تقولي طب ماشي كمل طب كمل ودايما بتشجعني ودايما كانت هي رقم واحد او الشخص الدعم لها رقم واحد في هنا في الحياة دي او في المرحلة دي في حياتي فحب أشكرها جدا وقولها بصراحة يعني من غيرها وكنتش هوصل الكلام دهوت ونصيحة للي بيتابعني لو انت لسه ما تجوزتش هاول تناقش شريك حياتك يكون حد فيه نفس الموظفات دي ميارك عندوكو نفس الاحلام نفس الاتجاه نفس الموضوع لان دوت فعلا هيساعدك انك توصل لأهدافك بسهولة جدا عكس ما تكون مع حد دماغه في حتة وانت في حتة ولو انت متجوز يريد فعلا قاعد مع شريك حياتك لو انت واحد او واحد وتكلموا مع بعض لان في النهاية الهدف ليكم انتم من الاتنين يعني الحياة ليكم انتم من الاتنين لو الحياة نجحة هتبقى انتم الاتنين مبسوطين فمرة ثانية حايفة اشكر زوجتي جدا 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 على كل دعمها علي ايه وقفها معايا المهمة عاد تتكلم انا وزوجتي طب نعمل ايه طب كذا دب كذا دب كذا فعادت تقول لي طب ما ترجع تخش الجامعة اينا او تخش كل ايه وتدرس قلت لها ادرس ايه انا فاشل في الدراسة عمري ما فلحت في الدراسة وانسي الموضوع ده قرأت لي طب ما تحاول قلت لها ادرس ايه مش عارف ادرس ايه اصلا يعني كانتش حاجة في المياغي بس كانت بتشتغل في الفوتوغرافي اللي هو التصوير على جانب كانت حابة هي الفوتوغرافي وكده وتعمل تصوير مش عارف ايه كحاجة part time يعني حاجة على جانب كده وكانت بتستخدم فوروشوب في تعديل الصور الحاجات دي كلها فكت دايما نقعد اشوفها هو هي بتشتغل بالليل مثلا تعمل صور وكلام من ده فكان الموضوع عجبني الله بتعبد تعليمتي الكلام ده ازاي ده مش عارف ايه كده هي كانت بتستخدم بس فوروشوب فكان في الفترة دي كل معلوماتي عن الجرافيك ديزاين او الفوروشوب كبرنامج ان هو برنامج بتاع الصور بس ما عرفش ايه حاجة تانية خالص قعدنا ان احنا نتكلم وكده فقالتلي طالما انت حابب الموضوع دوت طب ما تروح تدرس جرافيك ديزاين قلت له ايه جرافيك ديزاين اصلا انت فاهمني ازاي فما كنتش عارف اي حاجة خالص النهائي يعني فدي برضو الرسالة اللي بتابع لحد داخل المجال الجديد ما تخافش هقولك انا دخلت في الامور ازاي المهم فدخلنا وفعدنا نفكر 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 عدت في الشركة دي لتاعة الكهرباء دي اربع سنين تقريبا وخلاص جات اخري فعدنا في يوم انا وزوجتي كانت هي كانت عند طبعا بنتي صغيرة في الفترة دي وكانت زوجتي حامل فمرة تانية المعطيات والحيات والدنيا اللي حوليك بتقولك ماينفعش انك تعمل اي قرار او تجازف باي حاجة دلوقتي لازم تكون تطريس فعادنا انا وهي بقى فدي ميزة ما يكون عندك شخص معاك على نفس الدماغ او نفس الفكرة يعني فعادنا نتكلم فقالتلي تب ما تروحت تخش جامعة وكده قلت لها تب ما عشان اقدم لازم اقدم اخطوار لازم يقبلوني ولازم في مصاريف طبعا مصاريف الكليات هنا غالية جدا 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 في كندا مش رخيصة فقالت لها عشان كده لازم اخد كاردة حتى عشان ادخل الجامعة هل تفهمين ازاي؟ قالتلي تب خلينا نشوف المهمة جامعة قعدنا عشان تعرف انت لو انت ماشي في سكة ربنا نوها لك او ده فعلا من الطريق اللي انت عاوزه هتلاقي كل حاجة ماشي معك بالراحة لما ماشيتش بالراحة تعرف ان في حاجة تانية انت مفروض تعملها او دور عليها دورنا على الجامعات او كليات هنا في كندا في ترونتو فلقينا حاجة اسمها هيرزين كوليج كلية هنا بتدرس حاجات كتير جدا منها كان بتدرس الجرافيك ديزاين فرسلنا كزا كلية او كزا جامعة هنا الموضوع التقديم فرسل الموضوع اختيارنا على هيرزين كوليج اللي موجودة في ترونتو هنا فقدمت قال له لازم تعمل اختبار عملت الاختبار فعملت الاختبار فقبلوا عدت في الاختبار بسرعة كل الكلام دوت حوالي ثلاثة ايام تقريبا كل حاجة بوم 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 انا ما كنتش عارف انا بعمل ايه مش عارف هل القرار لاني باقي ضوط كقرار صحيح ولا قرار مش صحيح بس قلت خلاص انا شايف ان انا زهقان من الوضع انا فيه وعاوز اعمل حاجة تانية جديدة هجازف واشوف ايه الوضع معي قدمت ابلوني في المكان وقال له خلاص بس عشان تخش وتبدأ تدرس محتاجين نص التويتشن التويتشن اللي هو مصاريف يعني مصاريف الجامعة وكده السنة في الجامعة دي فطبعا انا شغل كويس شغلنا كويس بس الفلوس اللي معنا ما ينفعش احط كل الفلوس في الجامعة وبعد كده انا اعيش مني يعني فيه بقى حياتك العادية ومصاريفك وكلام من ده ففيه كان لازم اخد كارد يعني فكان فيه هنا الحكومة بتقدم كارد لو انت عايز كارد لو هتدرس او كده فبيتدو كارد وبتسده بعد انا وبتتخرج قدمت على الكارد بوم دي بقدوني الكارد بحيث انها التقديم في خلال اسبوعا مهم عشان واتولش اكتر من كدة في خلال اسبوع اتقبأت في الجامعة وائدت في ك كزا الحكومة بدهت training دفعت كازا تفعت كازا حب 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 اختيار تاني غير ان الموضوع ده لازم ينجح ما كانش عندي اي اختيار تاني او اي فرصة تانية للفشل كان لازم لازم ينجح ولازم اخليه ينجح معي ان انا جاي ابيض مش فاهم انا ادخل فيه اصلا بس قلت انا هخلي ده ينجح وهشتغل على نفسي وهعملها وهسوي فدايما انت لما تيجي تعمل حاجة فعلا لو ناو تعملها عملها صح وركز فيها وهتوصل الى انت عاوله دخلت الموضوع دهات كان فيه اختيارات يعني اما تاخد اربع سنين دراسة والمدة تطول او كان فيه اختيار تاني تضغط كل حاجة في سنة واحدة حاجة بيسموها تمام؟ اللي هو بيشيروا الحاجات لانا لازم يعني مثلا دراسة بيشيروا الحاجة لانا لازم ويركزوا فقط على المجال اللي انت بتدرسه فانا اخترت اللي هو مضغوط ده يعني ضغطت كل حاجة في سنة واحدة مش عاوز انا بعد اربع سنين انا سني مش صغير بحيث ان انا اقضي كمان اربع سنين في الدراسة وكلام من ده ومراتح عامل وعندي بنت وعندي حياة ودنيا فمش عاوز الدنيا ببوز معي فاخترت اكسلورير البروجرم اللي هو مضغوط كل حاجة في سنة واحدة لان انا عاوز انجز في الموضوع المهم اللي انا عملت اي دلوقتي عشان انا ابدأ اتعلم فعلا واعمل حاجة او احول الموضوع او القرار دوت اخليه فعلا قرار ناجح اخدت الموضوع بجدية جدا 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 وزي ما قلت ده كان بمساعدة زوجتي من غيرها والله ما كنتش عارف عامل حاجة خالص فاعات شجعتني دايما بقيت اروح كل يوم جمع ادرس صبح اجي بالليل ما فيش بقى انا بص فصلت نفسي خالص عن العالم الخارجي لمدة سنة كاملة ما بعرفش حاجة عن اي حاجة في اي حد كان كل حياتي اللي هو مجال واتعلم وازاي اعمل كذا كل حاجة متعلقة بالمجال دوت اعادت سنة كاملة جماعة زي اقول لكم والله بنا مبالغة ما عرفش حد ما عرفش حاجة مراتي استحملتني كتير بقيت اروح الصبح ادرس ارجع بالليل ما عودش عداني اتشتغل على المشاريع بتاعت الدراسة بالاضافة لكده ارية كتب مطابعة فيديوهات مطابعة دروس اضافية مطابعة كذا ما اكتفتش بس بالجامعة او بالدراسة او 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 وفضلت على كلام دوت لمدة سنة كاملة اللي هو كنت قلت كلام ده بل كده فيديو فات كنت قايم نايم واكل شارب جرافت ديزاين ما عرفش هاي حاجة خلص كنت فعلا عازل نفسي انعزال تام لان زي ما قلت كان فيه هدف دلوقتي فيه قرار ومعنديش اختيار يعني ماينفعش افش لو فشلت يبقى كده خلاص الدنيا بوزت معي مش هينفعن الوقت يبيت عندي اولاد وعندي كذا وعندي بيت فاخدت الموضوع فعلا جد فزي ما قلت لو انت بتعمل حاجة بغض النظر ممكن يكون نفس المجال جرافت ديزاين او اي حاجة في حياتك دايما ركز يعني اعرف انت عايزيه بالزبط يعني وابدأ اشتغل عليه واشتغل بجد مش نص نص يعني خلاص افصل نفسك عن اي حاجة وابدأ اشتغل المهم اعادت في السنة دي اتخركت من الجامعة بدرجة مع مرتبة الشرف اوسود وفي حاجة اسمها الدين ليست اللي هم المتفوقين او بتاع الدين ليست دي بتعلق في الجامعة كده اسامي الناس اللي يتخركوا في السنة الفلانية كذا 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 فده كان نجاح كبير جدا لي يعني انا واحد فاشل في حياته بالنسبة للدراسة طول عمري فاشل في الدراسة ولكن نجحت في ده نجحت بامتياز يعني خارج زي ما قلت مع مرتبة الشرف وخير وعندي اسمي موجود في الدين ليست دي فعادت ادوني ورقة طبعا اللي هي الشهرة بتاعتك مكتوب فيها الكلام ده كله ان انت خارج بكذا كذا كذا وفي الدين ليست ومتعلم ايه وكلام الجميل ده كله بس خارجت بقى طبعا انا ادنائي كلها بقت مليانة معلومات عن الجرافيك ديزاين في فترة اثارة جدا لمدة سنة انا بتكلم في سنة انا في ناس قاعدت سنين ان هي تدرس حاجة معينة بس فهمني ازاي اخد وقت اطول انا لان زي ما قلت فضيت نفسي لمدة سنة بقى عندي كمية معلومات رهيبة جدا كمية حاجات اعرفها عن المجال كتير جدا وبدأت من موقفتش لغاية كده بدأت تاني اعرى كتب كتير واتحدد اكتر حيات بعد ما خلصت الجامعة ادوني الشهادة بلعاية دي شهادة موجودة كلفتني خمسة وتراثين الف دلار والشهادة دي لا تعني شي بكل اسف ليه؟ لان انا استفدت كتير جدا يعني ما تفهموش كلامي غلص استفدت كتير جدا لان اتعلمت تعليم اكاديمي ومش عارف ايه وكلام ده كله والتعليم كله كان باللغة الانجليزية ومشكلة الجرافيك ديزاين او بعد مشاكله ان معظم السورس او الحاجات الخاصة بالجرافيك ديزاين معظمها انجليش مش موجودة عربي كتير اللي هو زي كتب او حاجات ميندي هتلاقيه وليلا جدا يعني ولكن معظم المعلومات او الحاجات اللي انت عاوزها معظم الكتب بالانجليزي فكان من حظي من حظي ان انا بعرف انجليزي ودرست باللغة الانجليزية وكذا 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 فساهل مع الموضوع فتحلي موضوع او المعرفة بحجم اوسع شوية بيتقدر ان انا اتصفح في كل حد اجيب كتب من المكتب اشتري كتب كذا 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 ودني اكمل وناني من مهاراتي في الموضوع المهم بعد ما خرجت من السنة دي حسيت ان فعلا ايه ده انا تقريبا ربنا خلاني عشان اعمل موضوع ده بس اكتشفت ده متاخر جدا 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 كل واحد فينا له سبب وجود في الحياة دي طبعا غير عبادة ربنا طبعا ليك سبب تاني في الحياة دي يعني ربنا خلعك لسبب تعمل حاجة معينة تعرف الحاجة دي ازاي لما تلاقي من داخلك كده عندك حب انك تعمل حاجة معينة ممكن الحاجة دي تكون سباكة مثلا انا ام بحركش والله ممكن تكون سباكة ممكن تكون دكتور ممكن تكون مهندس انت حابب الشئ دود ممكن تكون صناية عب مهنة معانا ممكن تكون مصمم جرافيك او حابب الجرافيك ممكن تكون رسام انت فهمت القصد دي اين ممكن تكون اي حاجة مش شرط تكون حاجة كبيرة او صغيرة انسى موضوع المعطيات اللي حواليك او الحاجات اللي هو لازم تكون مهندس او لازم تكون دكتور وراز ان تكون محامي مش كل انا مخطونا عشان نبقى محاميين او دكاترة او محاسبين او كذا او كذا او كذا انت جايز ربنا يخلقك عشان تكون احسن سباك عرفته البشرية مثلا يعني بستخدم اي مهنة ممكن تكون انت فعلا افضل شخص في العالم ده كله بتعمل مثلا مهنة السباكة دي لان ده هو ده مكيانك وبتحب انت الحاجة دي وهتلاقي نفسك بتعمل الحاجة دي انت حبيبها المهمة فانت دور دور على الحاجة اللي انت حاسس ان انت بتحبها او فعلا عندك الشغف لها بتعرف رديل حاجة اللي انت مفروض تعملها واتجه اتجاه دوت واخد قرارات وابدأ ان انت متيقاس واخد فعلا اكشن يعني ايه متحرك وامل حاجة للموضوع ده المهم انا خرجت فلاقيت فعلا بعد السنة دي لقيت انا عندي كمية معلمات رهيبة جدا وحسيت براحة نفسية اللي هو لقيت نفسي عارف انت بتكون لقيت نفسك من حلاق لبنك لصراف اللي مش هاف تركيب شعر لسيارات لكهربة زحمة كتير كده في الاخر خلص اكتشفت ان انا فعلا ده اللي انا كنت مفروض اعمله من زماني بس ما كنتش عارف لان كنت تعيه مش عارف انا عاوزي بالزبط كنت بحب الرسم او انا صغير بس وابعاه في شرسة كان نفسي اتعلم الرسم بس ما كانتش فيه امكانيات انت معايا من صغرك هتلاقي فيه حاجة عندك بس هتلاقيها مركونة كده المهم قلت خلاص ده فعلا اللي انا عاوز اعمله ده اللي انا مرتاح دلوقتي انا مبسوط طيب ايه الخطوة اللي بعد كده رحت اشتغلت قدمت في شركة قلت الكنان ده برضو في فيديو قبل كده في شركة كانت مجلة مجلة سياحة وكلام من ده قلت انا عاوز اشتغل اخد خبرة من غير فلوس كلمتهم وكذا وكذا مهم يعني الموضوع ده في الفيديو اللي فاتت لو تشوفوه في الفيديو كان قديم اصد في سلسلة عشا تفاول الناس خدوني واشتغلت وشعر ايه وبتاع اه اه اعدت معهم مش فاكر كم شهر كده وكان الموضوع تاني تعلمت كتير منهم طلعت تاني بدأت اخد خبرة مشعرين هنا وشعر هنا مشعر ايه بتاع طيب خلاص الموضوع كده خلاص وصلنا لسنة 2016 2016 انا اتخركت من هارزين كوليج اتخركت في نصف 2016 تقريبا في نصف 2016 اتخركت واخدت الشهادة بتاعتي وشعر ايه وبتاعها والكلام الجميل ده كله وحاجة بس انا او بكلس بالنسبة للشهادة اللي ا انا بقول لا تعني شي قلي veya دي السبب الان انا قلت ان اشهادة لا تعني شي قليا مش عشان ان الدراسه ما لايه ايه الدراسة لايه ايه ايه كبيرة جدا بس في المجال دوت انا اكتشفت انه كنت ممكن اقدر اتعلم الحاجات دي كلها بنفسي كنت اقدر اتعلم الكلام ده كله اونلايج على الانترنت كنت اقدر ان اق gjorde كتب كتير كنت اقدر ان انا ابقى كل الكلام ده كله بنفسي وما كانش هيكلفني لخمسة وثلاثين الف دولار عشان حتة ورقة ملاش اي قيمة لان انت لو رحت في اي شركة تشتغل في الموضوع Graphic Design محدش هيسألك عن الشهادة بتاعتك لان لازم يكون شغلك هو اللي فعلا يأهلك انك تشتغل في الشركة دي او كذا 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 لو اي حد هيجي لك عشان يشغلك بيشيف شغلك الاول لان انت مش محاسب او انت مش محامي او انت مش دكتور عايزين الشهادة ليك انت شغلك هو اللي بتكلم عنك المهم اسر الكلام كلفتني خمسة وثلاثين الف دولار ده كان Card ولسه بسد في Card لغاية دلوقتي على فكرة ما تفكرش ان الحياة بتبقى سهلة والدنيا كلها بفدها وكلام من ده لسه بسد في Card بتاع التعليم اللي تعلمته بس مش ندمان لاني فعلا دلوقتي عملت Career Shift او غيرت حياتي لحاجه فعلا بحبها وبيت سعيد في حياتي مبسوطة هل موضوعف عند كده موقفش لا طيب انا فكرت انا ومراتي بقى هنا بيجي نقطة ان انت تبقى مع شريك حياة عنده نفس طموحك او عنده نفس الاحلام بتاعتك تقدر ان انت تكمله بعض فعلا تتكلم انا ومراتي قلت لها طب ايه الحل دلوقتي بقى انا خلاص تعلمت وانا متحمس جدا بس مش هتشتغل عند حد وهي كمان كنزهت من شغلها وعايزة تتفرغ للفوتوغرافية بتحب هي التصوير والكلام من ده قلت لها طب بقولك ما تيجي نعمل حاجه مجنونه قلت لها ما تسيب الشغل يعني تسيب الشغل بتاعك انت كمان وانا كده كده خلاص انا ما بفيش شغل باللوقتي خلاص بقيت انا باللوقتي بمصامم جرافيك او متخرج جديد بس عندي كمية معلومات رهيبة جدا رهيبة جدا في المجال من اللي انا عريته ومن الكلام ومسا انا احكيه ده كله المهم جينا بفكرة مجنونة ان هي تسيب شغلها وانا كده كسب شغلي وبتاعها طب نعمل ايه؟ ما تيجي نفتح شركة 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 ايه؟ طب نعمل شركة براندين انت بتهرجي؟ فعدنا نتكلم في الموضوع طب نعمل شركة طب كذا طب كذا اوه ليه لأ هنممكن نعملها فعلا اخدنا الخطوة دي اننا نعمل شركة وسميناها Oh My Creative لللي يعرف في الشركة بتاعتنا شركة براندين بنقدم خدمات اللي هو Graphic Design ويب ديزاين مش عارف ايه اعلانية مش عارف ايه اي حاجة خاصة بالموضوع البراندين يعني طب يا عم ايه ده يلا نعمل الشركة قد عملنا الرخصة التجارية للشركة سمينا الشركة كذا كذا جبنا الناس اللي يشتغل معنا وبدأنا فعلا اننا نعمل الشركة دي من ما فيش يا أنا لسه اعتبر انه يعني مش اعتبر انا اخريك جديد بس هنا الميزة يعني الميزة في ايه لو انت عاوز حاجة وعاوز تماماشي بسرعة الصاروخ ولا ماشي بسرعة السلحفاء سرعة السلحفاء لازم تفكر اسرع لو انت عايز توصل الى نتيجة اسرع يعني فكر اسرع اشتغل اسرع تحرر اسرع وكلام من ده فقلنا خلاص بقى احنا ايه هنعمل موضوع دوت يا صابت يا خابت احنا كده كده اخدنا قرار قبل كده وطلع قراره قويس وطلع تمام يعني فقرنا نعمل موضوع الشركة عملنا الشركة زي ما قلت وجبنا الناس تشتغل معنا كان فيه حاجة بقى انت عشان تجيب مكان هنا تشتغل فيه كمكتب اجراءات المكاتب هنا يعني حاجة خيالية جدا كندا من الدول غالية جدا انك تعيش فيها جدا لو هتأجر مكتب هتأجر شركة كذا 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 اكل وشرب حياة غالية جدا 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 طب انا دلوقتي لسه المصاريف اللي كتمانا كلها ممشيانة وبنصرف وبتاع الحياة جميلة ومفروض نبدأ اصد الكارد بتاع البنك بتاعي بتاع الدراسة طب هنفتح شركة ازاي؟ مش عايز اخد كاردة تاني انا مش عاوز ان افتح كاردة تاني وافتح مويل وكلام منها طب نعمل شركة ازاي؟ عملنا الشركة سمينيها وعملنا كذا عملنا الويب سايد وخلينا مقر الشركة بتاعتنا بدون مقر بمعنى بنشتغل من اي حتة تمام؟ في هنا اماكن مكاتب بتأجرها مكاتب باليوم بالساعة بكذا وعايز تقابل حد وطبعا دي مش حاجة دي حاجة عادية هنا خالص في حاجة مش فريلانس في فرق بين الفريلانسر او الشغل الحر او الشركة المتنقلة او الموبال كومبني في عامل ازاي؟ فده مش مش موضوع فريلانس لان في ناس شغالة معنا فريلانسر بس احنا اللي بندير الليلة دي كلها فعملنا الموضوع دوت وبدأنا جزء نشتغل من البيت جزء بنطلع نقابل اجتماعات الزبان بتاعتنا في شركاتهم ساعات نطلع نقابلهم في مكاتب اجتماعات احنا بنأجرها كذا 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 المهم الشركة اكزيست الشركة موجودة بس ملاهاش مقرر رئيسي تمام؟ وده شيء طبيعي جدا هنا فدايما ما تفكرش ان انت لو عايز تعمل شركة اه انا لازم عندي كذا عندك ما ينفعش تقدر تعمل شركة واثنين وثلاثة خاصة دلوقتي من غير حتى موقع للشركة مكان اقصد حصل ايه عملنا الشركة سميناها وبدأنا نجيب ناس ناس اللي هم شغل حر مصممين مصورين فيديو مصورين فيتوغرافي الناس بتعمل كوبي رايت او الكتابة وبدأوا يشتغلوا معنا بيشتغلوا معنا ازاي؟ مش براتب فدي الفكرة هنا لو انت حد بيفكر ان يعمل شركة من مفيش من الهوا والموضوع معك يبقى جميل جدا دي الفكرة انك تقطب صاحب شركة او صاحب عمل من مفيش فعملنا الشركة جبنا الناس دول بدأوا اتفقنا على اسعار معينة انت راجل مثلا مصور فوتوغرافيا تكلفتك في الساعة قد كذا وليكن مثلا اعدي اركام بسيطة مية دولار مثلا في الساعة انت ما تيجي تعمل الفاتورة بتاعتنا تعمل الفاتورة بتاعتي مثلا بستين دولار فيها اربعين دولار فرق وانا اتعامل مع العميل فاصبح دي الفكرة في الوقت بيجي لنا احنا عميل بيجي لنا شركة الشركة بتعامل معنا احنا بنعمل اجتماع مع الشركة نشوف اما عاوزين اي بالزبط اي شغل عاوزينه فبنبدأ ان احنا نقرر بقى احنا اللي بنوزع الشغل دا يروح لمين فلان فلان دا بيصور فيديو طب تعالى عاوزين بتصور روح صور فلاني كذا 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 وتعاملنا احنا مع الناس دي الناس دي مالهاش دعوه بالزبون خلص هم بروح يخلاص الشغل لو عايزين فيه شغل يخلص هناك تصوير وكلام من دا او شغل كمبيوتر شغل او كلام من دا فيه حاجات انا بشتغل عليها فيه حاجات الناس تشتغل عليها فيه مواقع الناس تشتغل عليها فيه حاجات انا بعملها وهكذا ولكن في النهاية انت كفريلانسر بتشتغل معي بتبعاتل الفاتورة بتاعتك وانا بحسبك انت ليش دعوه بالزبون خلص انا بتعامل مع الزبون دا بتديله السعر اللي انا بنتفع عليه وكلام من دا وبنعمل العاد زي ما انا وردتك في كورس البراندين اللي عملته قبل كده ازاي مراحل الشغل ايه تشتغل وبتبدأ تعمل بقى مشاركة و بارتنرشيب مع ناس تانية خلص فيه شركات تانية نفس الوضع كده موبل شركات عندهم ناس شغالة بس ما فيش مقر الميزة في الموضوع دا ان انت ما فيش عليك عب او مسئولية انك تدفع رواتب موظفين معاك ناس كتير جدا شغالة وهم مبسطين لانهم مشغالين ترجل لهم شغل انا بيجري شغل فهم جاي بعت لهم الشغل دا ليهم يا فلان فلاني في عندي شغل كذا كذا فاضي تعمله ولا بعته لحد تاني بيقول لا انا فاضي اخذه و هكذا ولكن انا كصاحب شغل او صاحب شركة ما عنديش مسئولية ان انا رواتب شهرية للناس دي ما عنديش كذا مفيش مفيش ضعب الكلام دا انا بيجري شغل بيجري براجيك كبير من مشروع كبير بنشتغل عليه بقسم الحاجات دي كلها وهكذا هل الموضوع انتهى على كده يعني موضوع ان احنا خلاص يعني انا بالمناسبة ده اللي انا عاوز يعني ده اللي احنا كنا عاوزينه وصلنا لمرحلة دي خلاص بقى انت بقيت مدير نفسك فاهمني ازاي انت مدير نفسك انت في ناس شغالة معاك في كذا في كذا في كذا ولكن مفيش واحد بقى بيقرفك مديرك اللي هو المباشر مفيش واحد بيعاكن عليك الصبح فده اللي احنا عاوزينه تقول مثلا خلاص هو ده حلمي الحلم انتهى على كده في احلام تانية كتير وان شاء الله هدني هكمل لغاية ما اوصل الى احلام التانية دي ولكن انا حبيت بس اشارك معاكم القصة دي اتمنى ما تكونوش مليتوا منها اتمنى كان في حاجة فيها فادت حد منكم حتى لو واحد بس استفاد من حاجة او جزء صغير جدا من الموضوع ده انا عارف ان الفيديو طول جدا مني بس زي ما قلت عندي كلام كتير كنت عاوز اقولو او تجربة فعلا اشتها في حياتي كلها حبيت اشاركها معاكم وفي النهاية دلوقتي انا بايت في موجود في المرحلة دي او في مجال جرافيك ديزاين لمدة الاربع سنين اللي انا قلت عليهم دول كخبرة كاملة الشركة بتاعتنا عمرها ثلاث سنين مشغالين كواس جدا الحمد لله الامور تمام اشتغلت كل الشغلنات اللي فاجت الطريق عليها دي اشتغلت حلاء اشتغلت في سيارات كل الشغلنات اللي كانت موجودة في البوست انا اشتغلت فعلا كل الشغلنات دي لفترات يعني فانا اخر رسالة عاوز اصطلع عليكم في الفيديو دوت لو انت فعلا حد حاسس ان انت مظلوم في الحياة او الدنيا مش ماشي معاك كويس اعرف ان ربنا شايل لك حاجة احسن بكتير بس شغلتك او المطلوب منك انت تدور على الحاجة دي هي ايه اصلا الحاجة دي اصلا دور على الحاجة دي الاول وبعدين ابدأ اشتغل على الحاجة دي وابدأ اعرف ازاي هتوصل للطريق دوت من خلال الحاجة اللي انت بتحبها ايا كانت الحاجة دي ايه فزي ما قلت كل واحد فينا ربنا خلقه لسبب ما انه هو يعمله في الحاجة دي فشوف انت ايه اللي بيحبك او ايه اللي انت بتحبه او ايه اللي انت بتحبيه وفعلا خد الطريق دوت وتعامل بجد زي ما قلت لو عايز تنجح في حاجة حاول تعمل افصل نفسك عن الدنيا كلها لغاية ما توصل الى حدفك دول مش هيكون حاجة الى ملا نهاية انا افصلت نفسي لمدة سنة كاملة ما اعرفش حاجة عن ايه حد لمدة سنة كاملة بس في الاخر تعبت عن نفسي واشتغلت جدا وربنا كرملي في الاخر فزي ما قلت انا انا قد كده انا مش حد خالص حبيت اشارك معكم الفكرة دي بس ومرد مراحل كتير جدا في حياتي زي ما ذكرتها معاكم وعشان كده دايما بقول عايش هتفاقل فدايما عايش هتفاقل وما تبقاش ما تبقاش قابل ان يعني متشائم للدنيا وكده دايما في حل بس انت حاول تشوف ايه الدنيا حواليك اخر حاجة عاوز ان انا اشاركها معاكم حاجة نفسي اعملها بصراحة لو في حد منكم مهتم بالموضوع دوت زي ما انا شاركت قصتي معاكم وشاركت كل القصة طويلة دي وبتاعها موضوعها كان طويل جدا ما كنتش نويله يعني المهم ما كنت لو انت حد مريت بظروف صعبة او مريت بمرحلة كان عندك حاجة سلبية في حياتك وحاولتها لحاجة ايجابية وحابب تشارك ده معانا يا ريت لو تجد تبعاتلي فيديو يكون كحد اقصى دي اتين مش اكتر عشان قدر اعمل فيديو طويل منه لو وصلني اكتر من فيديو لو انت حد مرة تانية حولت حاجة سلبية لحاجة ايجابية في حياتك او مريت بحاجة كانت صعبة شوية وبيعت زروف تحسنت اكتر لانك عملت حاجة معانا تغير الواقع دوت يريد تشارك معانا خلينا نشارك نبعت رسالة للناس شوية رسالة تفاؤل لان الناس بدأت شوية تكون متشامة فمرة ثانية لو انت حد مهتم بتعمل الموضوع دوت اكون سعيد جدا ان انا اعمل فيديو دوت واشيارو وارفعو لكل واحد فيكم بعض الحاجات دي هجمع فيديو طويل لو حد بعد فعلا بس زي ما قلت يكون فيديو حد اقصى دقتين هتكون الفكرة كالاية تيت حتى بتليفونك يعني بدون مفيش اي موسيقى لحاجة عشان الـ لو عندك بتليفونك باي حاجة كل مطلوب منك ان انت هتقول اهلا هنا فلان فلاني من الدولة الفلانية كان عندي اعاد شارك معهم قصة كذا 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 اي موقف حصل معاك حاجة ايجابية يعني تساعد الناس ان هتكون اكتر متفاعلين او كلام من ده فهتبعت الكلام دوت تبعتولي الكلام ده ازاي لو فاكرين كان فيه موقع تكلمت عليه اسمه وحطه على الشاشة دلوقتي اسمه we transfer الموقع دوت هتحط فوق هنا زي ما انت شايف كده الاميل بتاعك وبعد كده تحط الاميل بتاعي وتحط رسالة لو عندك رسالة الاميل بتاعي اللي هتبعت عليه هيكون اسمه info at gsalamdesigns.com info at gsalamdesigns.com هتسيب لوك الاميل تحت الفيديو في الوصف هتبعت على الاميل دوت مرة تانية الفيديو يكون بس حد اقصى ديتين وتبعت الفيديو تسميه باسمك يعني اسمك وبلدك يعني مثلا انا جمال سالم مصر انت اسمك احمد مش هاف ايه كذا اسمك وبلدك عشان اعرف كل فيديو خاص بمين بالزبط وانشوها ده لو وصلني حاجة هعمل حلقة بالموضوع دوت خلينا ننشر التفائل للناس بدل الاحباط اللي احنا فيه ده المهم مش افعل لكم اكتر من كده انا تعبت مش قادر اتكلم اتمنى ما كنتش كنت تقيل عليكم اتمنى ما كانش الموضوع طويل انا عارف الحلقة طولت جدا ما كنتش ناوي ان انا خليها طولة كده بس المعلومات كتير المهم في النهاية احب اقول لكم شكرا جدا على متابعة الحلقة دي وشكرا على كل يتابعنا وشكرا على كل يدعمنا في النهاية احب اقول لكم عيش هتفائل واشوفكم الحلقة الجاية خليك دايما متفائل فشكرا لكم